بعد جهود حثيثة بذلتها الحكومة المركزية ووزارة الموارد المائية وحكومة الأنبار المحلية تم إدراج نواعير قضاء هيت بمحافظة الأنبار في سجل التراث العالمي وجاء هذا القرار خلال انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذ الثاني والسبعين لللجنة الدولية للري والبزل في مدينة مراكش المغربية بعد هذا الخبر الساري اللي اجانا حقيقة فرحنا احنا كم هيتاويين بهذا الخبر انه ادراج نواعير هيت في لائحة اليونسكو بالحقيقة احنا كنا نتمنى هذا من زمان ووسط المناشدات كثيرة طبعا هذا ما تم هذا الانجاز الا بجهود الخيرين من أبناء المدينة بجهود الخيرين من المحافظة بجهود الخيرين من الحكومة المركزية والحمد لله نأمل كل الخير من هذا الاذراج وهذا الخبر للمحافظة على هذا الارث الموجود في بداية الامر وبعد اندثار النواعير الفضل الاول الى وزارة الموارد المائية بعادة هذه النواعير وعلى رأسها الدكتور جمال العادي لوزير الموارد المائية السابق استمر هذا الدعم من قبل وزير الموارد المائية الحالي الاستاذ الفاضل مهدي رشيد الحمداني الاوساط الشعبية في محافظة الانبار رحبت بقرار ادراج النواعير الى سجل التراث العالمي في مدينة هيت التاريخية الذي سيسم بدعم القطاع السياحي ولما له من مردودات اقتصادية كبيرة في المستقبل القريب تم الاعلان على انه النواعير اصبح ضمن لائحة التراث العالمي طبعا هذا الموضوع مرحب به في قضاهية وعموم محافظة الانبار بل حتى العراق كله ونشكر القائمين على هذا العمل بكافة مسمياتهم لما له من مردود سياسي واقتصادي واقتصادي يعني اكرر اقتصادي وخاصة في المرحلة المستقبلية وهذا يعتبر انجاز عظيم وشيء مرحب به نواعير هيت من المعجزة الهندسية الجميلة كانت بوابة خير للانبار واليوم تفتح بابا واسعا للسياحة في المحافظة التي تؤكد كل يوم قدرتها على صناعة الجمال والامل من الانبار احمد الحمداني قناة التغيير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة